في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها لبنان منذ عقود قال سفير دولة أوروبية كبرى لأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قال إنه لم يرى في حياته جريمة ترتكب بحق شعب وبحق وطن كالجريمة التي يرتكبها المسؤولون اللبنانيون هذه الأيام بحق شعبهم ووطنهم وأضاف أخشى مع حالكم هذا أو مع حالكم هذا أن أقول لكم إن فنزويلا تناديكم وما أخاف منه هو أن ما تعانيه فنزويلا قد لا يقاس أمام ما ستعانون منه وعلى الرغم من هذا الكلام يبقي السفير الأوروبي على فسحة أمل بإشارته إلى أن الفرصة ما زالت سانحة أمامكم للإنقاذ